ارون ارون اللعب الجابوني ارون اللعب الجابوني اللي كان بلعب في امريكا الناس كله شوية تقولك من بن بنزا ايه هو اسمه صعب شوية ارون بن بنزا فاللعب مو بنزا اه مو بنزا انا نسميه عن بنزا بتاع الشعر دي ما نخلناه عشان نفتكره مو بنزا تمام مو بنزا ده يا جماعة لعيب جامد جدا وبيلعب في الجابون ومعرفش وسعره خمسة مليون دولار ففيه الناس من السكاوتينج اللي بتابعوا اللعيب عشان خاطر الزمالك لقوا اللعيب فري فراحهم تكلمينه وعرضوا عليه انه ييجي فهم عارفين طبعا ان هو ولا هيجي ولا بتاع يعني ده راجل غالي جدا والزمالك معهوش خلوس اساسة فالراجل وافق قال لهم هنديك 600 الف دلار تاني سنة 700 الف دلار تالت سنة 800 الف دلار و هنديك 300 الف دلار زي مقدم تعاقد ومنح التعاقد وكده فاللعب وافق وعن طريق محمد حبشي الراجل بقى الغريب ارون مو بنزا ارون مو بنزا الغريب ان عنده تلت وكلاء وكيل في اسيا ووكيل في اوروبا ووكيل في افريقيا فاللي هيجيب له نادي في اوروبا هو اللي ياخد الفلوس بتاعت اوروبا واللي هيجيب له نادي في اسيا او في الخليج هو زي ما كان بيلعب كده في العرب القطري هو اللي ياخد الفلوس ولو الوكيل بتاعه في أفريقيا هو اللي ياخد الفلوس فالمهم هو كده ايه محمد حبشي راح جاي وبتاعه راح بعتله وراح ماضي على ورقة اللي هي بالاتفاقية خلاص هو ما وضاش على العقود وعلى عمل كشفه طبي بس مضى على الاتفاقية فبعد ما مضى على الاتفاقية الوكلاء بتوعه بقى بتوع أسيا وبتوع أوروبا طبعا مش هياخده ولا جنيه فرحوا ايه رحوا مكلمين قالوا ايه اتا تجننت ترح تمضي بستمائة ألف دولار وبتاع احنا هنجيب لك يعني فلوس أكتر بكتير يعني ممكن نجيب لك مليون دولار مليون ومتين ألف دولار في الخليج ممكن توصل أكتر من كده فاللعب ابتدى مايردش على نادي الزمالك خالص ما بقاش يرد عليهم فما بقاش يرد عليهم راحوا بعتله بعتوا الورقة للاتحاد الكرة والاتحاد الكرة بعد الاتحاد دولي انه هو هيشتكوا الورقة دي يقدر يرفع نادي الزمالك قضية على اللاعب لو تراجع فبعد ما اتبعت له الورقة دي ان انت ماضي عليها وان ده يحصل لك مشكلة كبيرة جدا ابتدى أرون مو بنزا يرد على مجلس الإدارة واتفق على انه ييجي وبعتوله تذاكر الصفر وكان تذاكر الصفر مفروض يوصل النهاردة بالليل الخمسة الفجر ثم فوج النادي الزمالك ومجلس إدارته انه أجل يعني وجوده في القاهرة إلى يوم الثلاث الفجر يعني بعد بكرة بعد الساعات قليلة وفيه ناس بتقول انه هييجي النهاردة بالليل يعني وده يكون مفلاش لكن انا بقول لكم كل الاستنتاجات اللي ممكن تحصل لكن اللاعب جاي واللاعب هيكون متواجد في نادي الزمالك الفترة اللي جاية بإذن الله بجانب طبعا عمر فرج اللاعب الفلسطيني ودي صفقات نادي الزمالك اللي بيبحث عنها الفترة اللي جاية بإذن الله يبقى جاية يعطي